هي الأسباب البيئية يعني إيه؟ يعني البيئة نفسها هي اللي بتحفز زيادة الوزن إزاي؟ إن الأطفال يبقى عندهم سهولة للوصول للطعام الخاطئ تمام؟ يعني مثلاً وهم مثلاً حوالين للمدرسة البيعين مثلاً عند المدارس أو محلات حوالين للمدارس فيقدروا يشتروا منها عصاير يقدروا يدخلوا مش عارف يجيبوا إيه من التلاجة برضو حاجات حلوة بتاء حاجات كده مناطق المدارس دي مناطق ملغومة الحقيقة بلاش لما الأطفال يبقوا كبار شوية وبيبقوا عايزين يخرجوا أو بتاع فيروحوا مطاعم الأكل السريع اللي احنا نسميها الجنك فوت خلاص أسباب بيئية تانية مش لازم بقى خارج البيت لأ جوه البيت إن الطفل يبقى إيه؟ رايح جاي على التلاجة بدون ضوابط وده مش معناه على فكرة لا البخل ولا إن الطفل لازم يعيش في خير أبوه وخير مامته لا الخير حاجة بس ده شر إن الطفل يبقى رايح جاي يفتح التلاجة روح مطلع شوكولتاي يفتح التلاجة روح مطلع عصين يفتح التلاجة روح مطلع أكل غلط يفتح التلاجة روح مطلع ده غلط ده غلط تمام؟ ربط الأكل بالتلفزيون أكبر غلط إن الأطفال تقعد تاكل وهي بتفرج على التلفزيون وده من الإحصائيا يعني ده بيسبب زيادة الوزن على طول لأن في أطفال بتقعد تتفرج على تفزيون بتقعد تاكل بس عشان تقعد تتفرج يقول لك آه عايز أكل لسه آه لسه عايز أكل وهكذا قضاء فترات طويلة على الموبايل أو الألعاب الإلكترونية اللي يوم بيأكلوا بلا وعي كده وهم بيعملوا الحاجات دي عدم ممارسة الرياضة بانتظام إعلانات الأغذية الخاطئة التغي على وسائل الإعلام كلها والمشاط شطة والمش عارف إيه والكلام ده كله كان فيه طاهي شهير أو اسمه جيمي أوليفر شيف يعني كان بيعمل برامج طاهي مشهور أو على مستوى العالم كان بينادي الحقيقة بقاله فترة قال لازم شركات تصنيع الحلويات يعني تصنيع الحاجات اللي بتدخل في صناعة الحلويات زي الشوكولاتة والسكر والكريمات والحاجات دي كلها لازم يبقى جزء من أرباحهم ممول لصالح أبحاث أمراض الأسنان يعني هو الحقيقة كانت مبادرة يعني صدقة جدا منه قال لك ما هم بيعملوا حاجات وإحنا بنوض نعملها بس لازم يبقوا فيه ضريبة يعني للحكاية ترجمة نانسي قنقر